السلام عليكم ورحمة الله والسلامة والسلام على رسول الله مساء الخير مساء النور مساء الفل الأحبائي سألنا فيديو اليوم من قبل أحسن ظروف والأحوال إن شاء الله تعالوا بداية أسبوع موافقة للجميع فمنتوج اليوم إحنا كما وعدتكم الأسبوع الفارض كنا بأن هالأسبوع إن شاء الله هذي خصفوا فيديو واحد للحديث عن منتوج من المنتوجات التي تخصونا وتخصونا وبالنسبة للحصتين اللي غادي بقى فغادي نخصوهم الإجابة للأسئلة اللي كتجي في تعليق ديلكم الرائعة التي أرحب بها دائما وأبدا شكرا لكم جزيلا على وفائكم على حبكم وعلى تقديركم وكنقول مرحبا للناس اللي تحقوا بنا أجتاد كنقول لهم مرحبوا بكم في كناتكم وبين عائلتكم كون بوتين فواحد تغيير أجرتهم اختبرات لغوش بوزين على أحد منتوجاتها وبيني كنقولوا تغيير فدائما التغيير أو في غالب الأحيان التغيير يلحق الإسم وكذلك التركيبة المنتوج لا أدري إن يعني سبق واني استعملتموه وللقيته قدامكم فهو توريغيان إلتخا هذا المنتوج هو كريم مرتب كان يحمل هذا الإسم التجاري توريغيان إلتخا حاليا توريغيان إلتخا جردتهم واختبرت لغوش بوزين من إسمه وأصبح له منتوج أو أصبح له إسم جديد نحن نعرف بأن تشكيلة توريغيان فيها توريغيان سانسيتيف لكخيم وكريم مرتب صالح لأصحاب المجرى مختلطة والدنيا وعننا توريغيان سانسيتيف لكخيم غيش كريم مرتب صالح لأصحاب المجرى الجافة ثم توريغيان إلتخا المنتوج اليوم اللي تبدل الإسم ديالو مبقاش توريغيان إلتخا وكذلك حتى التركيبة فأصبح يحمل إسم توريغيان أصبح يحمل إسم توريغيان درمالرغو كريم إضغطة بو سنسيبل أليرجيك كريم مرتب بامتياز شهير إضافة اللي جاد فإحنا كما قلت قبل قليل كنعرف أن تشكيلة توريغيان هي تشكيلة للمرتبات إذكرنا الأسماء وإذكرنا لأصحاب البشرة اللي سالح لهم هذه المنتوجات فالجديد اللي جابيه هذا المنتوج وأنه مرتب صالح لأصحاب البشرة المخسلطة كذلك المخسلطة المائلة إلى الجافة ثم البشرة العادية والبشرة الجافة أشراف أصحاب البشرة الحساسة والجد الحساسة وكذلك أصحاب البشرة المصابة بالوردية لهذا الغرض مختبرات ديالاوش بوزي دعمت هذا المنتوج بثلاثة ديال المكونات باش يجعلوا منه منتوج مرتب يهتم بالأساس بأصحاب البشرة الحساسة والمصابة بالوردية فدروا فيه واحد ثلاثة ديال المواد أو ثلاثة ديال المكونات باش تخلي منه منتوج آمن ومميز وكي يوفي بالوعد دياله لذبنائه فتلقى أول مكون عنه هو المياه الحرارية وهو مكون جميع منتوجات لاغوش بوزي مداحمة بهذا المكون وعندما نقول المياه الحرارية للاغوش بوزي فأكيد تنقولوا ما لها من مفعول مهدئ ملطف وكذلك مفعول مراتب ثم نجد مكون آخر ليطلق عليها اسم سفينجوبيوما سفينجوبيوما هو مشتق أو مادة مشتقة من بروبيوتيك كي يعمل على موازنة الميكروبين بالجلد فكيخلينا الكمية أو نسبة ديال الميكروبين في الجلد متوازنة وبالتالي كيحدلنا من الحساسية ديال الجلد من جراء المؤثرات الخارجية اللي كيتعرض لها الجلد كلال اليوم سواء كانت هذه المؤثرات الخارجية منتوجات اللي بقدروا نستعملوها واتيضل لنا حساسية بالجلد ديالنا اللي ما كيتفاهمش معها الجلد ديالنا أو ما كيتحملهاش الجلد ديالنا فكدر لنا حساسية سواء كانت روائح ولا شي منتوجات كانت استعملوها فيها رائحة أو فيها كوحول فكتر لنا الحساسية ديال الجلد ديالنا غوبر، أتريبة، حرارة، مياه يعني حارة، ساخنة، شمس، جوه بارد، أي حاجة اللي كتقدر تهيج لنا الجلد ديالنا وتر لنا الحساسية دياله فهاد المادة ديال سفيقوبيوما كتمنع لنا هاد التهيج وهاد الحساسية ثم كنلقى واحد المكوين ديال نغوسانسين وهاد المكوين ديال نغوسانسين نغوسانسين كيقلل لنا من حدث وظهور الإحمرار فكنعرفوا بأن الجلد ديال بعض الأشخاص أو حتى ديالنا احنا بعض المرات يعني غالباً غالباً فكل واحد مننا على الأقل مرة أو مرتين في الحياة دياله تعرضات البشرة دياله للإحمرار أو أكثر من مرة هاد الإحمرار اللي كينتج عندها تعرض البشرة لمؤثرات خارجية كذلك دائماً كنتكلموا على الحرارة على البرودة على المنتجات المهيجة مني كنكونوا كنديروا حد خاتمهم ديال التسببغات الجلدية من جراء استعمال اللايزير من جراء استعمال مايكونايد لين فبزاف ديال الأشياء اللي كتخليه البشرة ديالنا كتبلي حمرار وكتحسس النينة فكذلك التغذية بعد المرات الناس اللي عندهم وردية فمشي بعد المرات ولكن الناس اللي عندهم الناس اللي كعانيوا من المشكل الوردية فهم عارفين لأنه إليك لو شي حاجة اللي هكا حارة أو توابن وبهارات فرها كتأثر سلباً على الجلد ديالهم والجلد ديالهم أو البشرة ديالهم كتولي لهم حمرار فجميع هاد المؤثرات الخارجية فالمادة ديال نغو سانسين اللي متوفرة في المنتج ديالنا ديال اليوم اللي هو طولي غيانا ديال ما لغو فكي حد لنا من هاد الاحمرار وكي ما كي خليش لنا لوجه ديالنا يعني كي حمر لنا وكي تهيج لنا وكي يعطينا تكل سخونية من بعد الظهور الاحمرار على البشرة فهادي كلها مكونات كتنقص لنا وكتحد لنا من تهيج ومن احمرار الجلد وهاد شيء احنا كله محتاجينو لانا سقريباً اغلبنا ولات البشرة ديالنا حساسة بسبب يعني التغذية ديالنا الغير سليمة بسبب تلوط اللي كانت في الهواء بسبب استعمال مواد اللي غير ملائمة للبشرة ديالنا فهادو كلهم اشياء كي اطروا سلباً على البشرة فكي جيتو لغيانا دير ماليرجو كريم اضغطان أو كريم مرتب لأصحب البشرة والحساسة والمتهيجة كيجي كبديل وكعلاج لهاد الاشخاص اللي كيحيروا انهم شنو غادي ياخدو ككريم مرتب فاي كريم كيدلوه فكيهيج لهم مش رديرهم فمخصبرة لغوش بوزي جابت ليهم هاد الحل فبني كنديرو هاد لو بخد بي فمن الدقيقة الاولى كنحسوه بالارتياح في الجيد ديالنا يعطينا احساس بالارتياح ابتداء المد الدقيقة الاولى من الاستعمال بالاضافة لهذه المكونات الثلاثة رئيسية اللي تكررها فكالقوا كذلك الماء كالقوا مادة سكوالان اللي تكلمنا عليها في الفيديو ديال غيتينولديا الأوردنوري وتكلمنا باسهاب على مادة سكوالان ثم كالقوا زبدة الشياء كالقوا الجليسيرين كلها مواد مرطيبة مهدئة ورائعة وصديقة للبشرة المنسوج كيجي في الحجم ديال 40 أمال والثمن بسداء من 122 درهم مغربية طبيعة لحال المنسوج متوفر الآن مغرب متوفر بالدول الأوروبية خالي من الكحول خالي كذلك من العطر ويعني مجربينه يعني مجرب تحت رعاية أطباء الجلد فأكثر أكثر من رائع ممكن أنكم تعتمدوا كمرطب طيلة السنة وخاصة خاصة دباء في هذا الوقيثة اللي كل شيء الوجهة دياله كينشف وكيبدأ كيتكشر وكيبدأ يعني كي كي الناس اللي كيحمر لهم الوجهة ديالهم في هذا الوقيثة كي الناس اللي كتتخرج فيهم حساسية في هذا الوقيثة فعننا هاد القيثة ديال الخريف وشتا وكذلك في فصل الرابع فهادو أوقات اللي الناس كتتخل عندهم حساسية في الوجهة ديالهم فكتتعيجوا يوم وكتنط فكننصحهم أنهم كيستعملوا توليغيان درماليرغو كرامي دغطان تفوستوسيبل أليرجيك كاروند أبال فكنتمنى أن الخسيات ديال اليوم كون دال إعجابكم ما تنسوش أن أهم 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 حاجة في العناية بالبشرة اللي كان هاملوها أغلبنا وأننا كان نسمو بشراء الجهل المنظف كان نسمو بشراء الواقع الشمسي ولكن في غالب الأحيان كان نستغناء عن المرتب وهذا خطأ فادح نرتكبه في حق البشرة وفي حق العناية بالبشرة تكروا دائما أن الترتيب هو واحد المرحلة جد مهمة خلال روتين العناية بالبشرة خلال النهار باش نتفادعوا ظهور تجاعد مبكرة في سن مبكرة بعد ظهور تجاعد فما كيبقى تشي حل لأنه ولو كان نرتبوا في هذهك تجاعد ما كنتخصى فيش فإحنا لك نرتبوا ولو بعد ظهور تجاعد فإحنا غير كان نحميوا جلد ديالنا البشرة ديالنا باش متخرج لنا تجاعد جديدة أما باش نتخلصوا من هذه التجاعد اللي رجاء بنفينا في وجه ديالنا فكونوا على يقين أن هذا أمر ليس له حل لذلك أدعوكم للعناية بالسرطيب البشرة دائما تكروا معي القاعدة الثلاثية اللي كتقول نحتاج أو جلدنا أو بشرتنا نحتاج إلى ثلاثة أشياء مهمة لا غير صنديب سرطيب وحماية على أمل اللقاء بكم في لقاء جديد إن شاء الله أقول لكم تكتم وطبت ألقاتكم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر